بيلنجهام إيه الحكاية الحلوة دي؟ بليه يعني؟ هو ريال مدريد راح يشتري لعب يبقى بديل لمودرتش في مستقبل فاشترى لعب بيلعب كل حاجة بديل لكل الملعب لكل حاجة يعني وفجأة ريال مدريد لقى نفسه من غير مهاجم وراح يشترى بيلنجهام وكان فيه انتقادات لازع على ريال مدريد إن إزاي هندخل الموسم من غير مهاجم ففجأة تحول بيلنجهام لهداف الفريق وهو لعب جاي عشان يعود مدريد فيما بعد في صناعة اللعبة كمان هو بقى يعمل كل حاجة أنا أعزب إبراهيم مش أصدق أضعك والله بس بيلنجهام يخلي خسيله يعني واحد من أفضل مهاجمين في أوروبا بالفجن بالتحركات بيلنجهام عمل من خسيله حاجة يعني لولا بيلنجهام كان هيمشي بعد ثلاث مطشاط نقطة أن بيلنجهام الناس كله حط طبعا البرواز بتاع عدد الأهداف هنروح طبعا لنقطة التهديف بيلنجهام في الدوري جاب ثمان أهداف من أصل أهداف متوقع أربع أهداف ده رقم جنوني إن لعب وسط ملعب يبقى المتوقع أن يجيب أربع أهداف فيجيب ثمانية دقة تحويل للفرص جنونية في دور الأبطال كان منتظر منه كأهداف واحد واحد من عشر هو جاب ثلاث أهداف فدقة التحويل دي أنا مش افتقاش في حياتي في لعب وسط ملعب إنه بيقدر يترجم أهداف متوقع خمس أهداف فيحولهم لحداشر جن ده فرق كبير جدا جدا المهاجمين نفسهم ما بيقدرواش يعملوه طب هل بيلنجهام بس مكتفي بفكرة إنه بيدخل يجيب أهداف ودكته لا بيلنجهام بيشارك في بناء اللعب من وراء تماما بيرجع بيبقى أقرب لستة تاني مع اللعب رقم ستة بيلنجهام بيطلع بيصنع الفرص في ما بين الخطوط ونهو بيسترموا كرة بين الخطوط وتمريراته دقيقة جدا وبيلنجهام مع الدوري الجديد اللي أنشروت تدهوله كمان بدأ يحرر فينيسوس في ماتشاط كتير جدا إنهو بينا نلاقي بيلنجهام بيسحب نفسه ويروح هو اللي على الخط ويدخل فينيسوس هو العمق الملعب عشان يخليه فده بيعمل يعني في خطة فعل خصم إنهم بيشعر فيه لها مركزية كبيرة ده كان فاقدها ريال مدريد جدا بعد رحيل بنزيمة في أول كام جولة ما كانش قادر يعمل ده بيلنجهام اللي حلله ده يعني حل المشكلة دي الأنشروت إن هو اللي بقى هو اللي يروح عالطرف الشمال وبقى يخلي فينيسوس هو اللي يخش للعمق فبيلنجهام بقى بيعمل كل حاجة في ريال مدريد وكل ماتش اللي ريال مدريد هو عبارة عن بيلنجهام شو يعني حرفية